اشتركوا في القناة وذلك لبناء مصنع للتيتانيوم متعدد المراحل بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار أمريكي في ذات السياق قالت سعادة السيدة نور بن تعالي الخلايف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن المصنع هو المصنع الأول المتخصص في التيتانيوم على مستوى المنطقة وسيستفيد من سهولة الوصول المعفي من الضرائب إلى 24 سوقا حول العالم من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن جذب هذه الشركات إلى مملكة البحرين يلعب دورا محوريا في تعزيز التنوع والجودة والقيمة الاستثمارية إجمالا للقطاع الصناعي الوطني كما أن شركة أنترلينك ذات سمعة طيبة باعتبارها واحدة من أكبر تجار وموردي التيتانيوم في العالم ترجمة نانسي قنقر